لا شيء يسلب الأطفال حياتهم كما تعمل الحرب فقد تسببت حرب الميليشيا في البلاد بمقتل وجرح ونزوح الألاف منهم في وقت يعاني آخرون كثر من تفشي وباء الكوليرا وأمراض سوء التغذية أكثر من ثمانمائة طفل سقطوا بين قتيل وجريح خلال سبعة أشهر في البلاد في آخر حصيلة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أرقام مهيئة للتضاعف في ظل استمرار الميليشيا بتجنيد العديد منهم وإرسالهم إلى جبهة القتال ما يضاعف من معاناتهم جراء الحرب المنظمة أضافت على لسان ممثلتها في اليمن ميرتشيل ريرانو أن الحرب تسببت بحرمان آلاف الأطفال من التعليم بعدما خرجت أكثر من ألفين مدرسة عن الخدمة بفعل الدمار الذي أصابها وتحويل بعضها إلى ملاجئ للنازحين ومع استمرار الحرب فإن احتمال تضاعف معدلات الإصابة بوباء الكوليرا وسوء التغذية في طريقها للارتفاع وهو ما ينذر بتفاقم أوضاع الأطفال بشكل كبير حيث تؤكد اليونسيف أن أمراض سوء التغذية والكوليرا تتسبب بوفاة طفل يمني واحد على الأقل كل عشر دقائق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أكدت على لسان متحدثها محمود عفيفي أن معاناة الأطفال في البلاد من وباء الكوليرا تفاقمت بسبب عدم توفر المياه النظيفة والرعاية الصحية المناسبة داعيا إلى ضرورة تلبية نداء اليونسيف بتوفير 16 مليون دولار للسيطرة على تفشي الوباء